السلام عليكم متابعين القناة مرحبا بكم في الصفحتين السادسة والتسعون والسابعة والتسعون من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي دائما في الأسبوع الثاني وحدة الثالثة مجال الوقاية من الأخطار النص الوظيفي الثاني شامو وشارنو ألاحظ وأتوقع أبين ما أرى في المشاهد الثلاثة إذن هنا في هذا المشهد ألاحظ شامو وشارنو وقد لوحدا بالمجهر لأنهما لا نستطيع أن نراهما بالعين المجردة هنا الطفل يقلم أظافره بالمقس لأن الأظافر تجمع الأوساخة وغيرها فلذلك وجب تقليمها حتى لا نأكل الجراثيم التي تكون تحت الأظافر وهنا هذا الطفل يغسل الثفاحة قبل أن يتناولها واجب أن نغسل الفواكه قبل تناولها حتى لا نأكل الجراثيم أتوقع ماذا ينتظر الجرثومان من الطفلين أتوقع بأن الطفلين لن يسمحا للجرثومان بذخول جسمهما وذلك لحرسهما على نظافة بدنهما وكذلك طعامهما الآن سوف نقرأ النص شامو وشارنو شامو وشارنو جرثومان خبيثان جدا فهذا شامو وشارنو هما جرثومان خبيثان مذران بالجسم يتنقلان معا يعني هما الاثنان يتنقلان بين المزابر والقماميات والمياه الآسنة والأطعمة الفاسدة لذلك فهما مذران بالجسم لأنهما يرتادان الأماكن التي تكون سيئة يتربسان بالناس لدائما يتربسون لدخول جسم الإنسان الذين يهملون نظافة البدن والمكان والمأكل والمشرب إذن فهما يتربسان بالذين يهملون نظافة البدن والمكان والمأكل والمشرب في أحد الأصباح التقى الجرثوم شارنو بصديقه شامو وقال له يعني في صباح التقى ياه وقال له صديقه شامو آه يا صديقي كم أنا حزين هذه الأيام فقال له بأنه حزين هذه الأيام شامو أعرفك دائما الفرح فما الذي حدث لك يعني قال له دائما أعرفك أنك شديد الفرح ولكن ما الذي حصل لك شارنو أنظر الطفل الذي يأكل التفاعة قال له أنظر إلى ذلك الطفل الذي يأكل التفاعة منذ أيام وأنا أتبعه لأنفذ إلى جسمه يعني منذ أيام وأنا أتربص به لأنفذ لأدخل إلى جسمه ولكني لم أفله ولكني لم أستطع شامو انتقل إليه عن طريق الماء الملوث أو الطعام المتعفن قال له خذ طريقا آخر للدخول إلى جسمه وذلك عبر الماء الملوث أو الطعام المتعفن شارنو إنه لا يشرب إلا الماء النظيف أخبره بأنه لا يشرب إلا الماء النظيف ولا يأكل الفاكهة قبل غسلها شامو اختبئ مع الأوساخ تحت أظافره قالوا اختبئ مع الأوساخ تحت الأظافر وادخل معدته مع أول لقمة يأكلها عند ذلك ادخل مع أول لقمة يأكلها شارنو إنه يقلم أظافره جيدا وينظف يديه تنظيفا جيدا قال لو حتى هذه الطريقة لا يمكنني أن أدخل منها إلى جسمه لأنه يقلم أظافره جيدا وينظف يديه تنظيفا جيدا شامو اسمع يا صديقي من الأحسن أن تبحث عن طفل آخر لا يهتم بنظافته اهتماما كثيرا فنصحه قال له بما أنه يحرص على نظافة بدنه وجسمه وما يأكل وما يشرب ابحث عن طفل آخر لا يهتم بنظافته اهتماما كثيرا ضحك شارنو ثم جر صديقه من يده وقال هيا نبحث معا هذا ذلك ضحك واجر صديقه من يده وقال هيا نبحث معا يعني نحن الاثنان نبحث عن هذا الطفل طار الجر ثومان في الجو فشاهد طفلة قطفت برتقالة من شجرة وبدأت تتهيأ لأكلها فطار في الجو فشاهد طفلة تتهيأ لأكل برتقالة بعد أن قطفتها ابتسم شارنو وقال إنها ستقدمها دون غسلها قال له بأنها سوف تأكلها دون غسلها شامو هيا ننتقل إليها نهاية ننتقل إلى تلك البرتقالة التي ستقدمها الفتاة فندخل جسم هذه فريستنا المفضلة سأنتقل إليها عن طريق القشور الملوثة بالغبار شارنو انظر لقد توجهت إلى الحنفية وشرعت تنظف يديها والبرتقالة لكن شارنو أخبره بأنها ذهبت إلى الحنفية وشرعت في تنظيف يديها والبرتقالة شامو هيا ننصرف من هذا الحي إنها أيضا نطفلة نظيفة فقال له هيا نذهب من هذا الحي لأن الكل نظيف ما أخيبنا في هذا الحي لا شك أن جميع سكانه حذرون منا فقال له يجب علينا مغادرة هذا الحي لأن جميع سكانه حذرون من الجراثم سنعيد قراءة النص شامو وشارنو شامو وشارنو جرثومان خبيثان جدا يتنقلان معا بين المزابر والقماميات والمياه الآسنة والأطعمة الفاسدة يتربصان بالناس الذين يهملون نظافة البدن والمكان والمأكل والمشرب في أحد الأصباح التقى الجرثوم شارنو بصديقه شامو وقال له آه يا صديقي كم أنا حزين هذه الأيام شامو أعرفك دائما الفرح فما الذي حذث لك؟ شارنو انظر الطفل الذي يأكل التفاهة منذ أيام وأنا أتبعه رئ لأنفذ إلى جسمه ولكني لم أفلح شامو انتقل إليه عن طريق الماء الملوث أو الطعام المتعفن شارنو إنه لا يشرب إلا الماء النظيفة ولا يأكل الفاكية قبل غسلها شامو اختبئ مع الأوساخ تحت أظافره وادخل معذته مع أول لقمة يأكلها شارنو إنه يقلم أظافره جيدا وينظف يديه تنظيفا جيدا شامو اسمع يا صديقي من الأحسن أن تبحث عن طفل آخر لا يهتم بنظافته اهتماما كثيرا ضحك شارنو ثم جر صديقه من يده وقال هيا نبحث معا طار الجرثمان في الجو فشاهد طفلة قطفت برتقالة من شجرة وبدأت تتهيأ لأكلها ابتسم شارنو وقال إنها تتقدمها دون غسلها شامو هيا ننتقن إليها هذه فريستنا المفضلة سأنتقل إليها عن طريق القشور الملوثة بالغبار شارنو انظر لقد توجهت إلى الحنفية وشرعت تنظف يديها والبرتقالة شامو هيا ننصرف من هذا الحي إنها أيضا طفلة نظيفة ما أخيبنا في هذا الحي لا شك أن جميع سكانه حذرون منا أقرأ بطلاقة واصغي إلى قراءة أستاذتي أو أستادي ثم أقرأ مع رفيقاتي ورفاق المقطع المكتوب بخط بارز في النص وأشخصه معهم إذا المقطع البارز في النص هو هذا إنها ستقدمها دون غسلها شامو هيا ننتقل إليها هذه فريستنا المفضلة سأنتقل إليها عن طريق القشور الملوثة بالغبار شارنو انظر لقد توجهت إلى الحنفية وشرعت تنظف يديها والبرتقالة شامو هيا ننصرف من هذا الحي إنها أيضا طفلة نظيفة ما أخيبنا في هذا الحي لا شك أن جميع سكانه حذرون منا ونقوم بتشخيصه مع صديقاتنا وأصدقائنا أنمي معجمي أولا ألون الشرح المناسب لكل كلمة ثم أركبها في جملة مفيدة المطلوب هنا أن نلون الشرح المناسب لكل كلمة ثم نركبها في جملة لدينا هنا جرثوم ميكروب أم طائر فجرثوم هو ميكروب لدينا جملة نقول حتى تسلم من الجرثوم نظف بدنك ومأكلك حتى تسلم من الجرثوم نظف بدنك ومأكلك كلمة الثانية يقلم هل هي يسبغ أم يقطع أو فهي يقطع يقلم أي يقطع يقطع نقول الطفل النظيف نظيف هو من يقلم وظافره بانتظام بانتظام يقوم من الجملة حاذيرون كن حاذيرا عند عبورك الطريق كن حادرا عند عبورك الطريق نفذ هل يخرج أم تسرب فنفذ إياه تسرب الجملة نفذ ماء المطاري إلى الدقيق فأفسده نفذ ماء المطاري إلى الدقيق فأفسده تانيا أضع علامة فيه قبل فالصفة التي لا تناسب الماء عذب آسن صاف متعفن ملوث خبيث ثالثا أكمل شبكة المفردات لكلمة المرض المرض ألم صداع وجع 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 كتبت لنقول ساقيم ساقيم وجع طبيب ممرض ممرض لدينا الأفعال قدم قطف قلمة لدينا هنا البستاني الزهرة الطفلة الطفلة أضافرها الطفلة التفاحة إذن نقول قطف البستاني الزهرة قضف البستاني الزهرة ونقول الطفلة أظافرها قلمتي قلمت الطفلة أظافرها ثم قدم الطفل التفاحة قدم الطفل التفاحة قطف البستاني الزهرة قلمت الطفلة أظافرها قدم الطفل التفاحة